الله يعطيك العافية أول ثانو علمي اليوم موضوعنا المضروب مضروب العدد الصحيح غير السالب طبعا هذا رمز المضروب زي إشارة التعجب فإذا كان نون عدد صحيح غير سالب فإن مضروب العدد نون هو هذا الرمز مضروب نون حيث أن مضروب النون يساوي نون في نون ناقص واحد نون ناقص اثنين ضرب ضرب إلى ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد ويكون دائما مضروب الصفر بساوي واحد دائما مثال على ذلك مضروب العدد خمسة خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد مضروب السبعة سبعة في ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد مضروب العدد صفر دائما بساوي واحد وهكذا يعني مثلا مضروب العدد أربعة يساوي أربعة في ثلاثة في اثنين وهكذا ما قيمة مضروب السبع لمضروب الخمسة مضروب السبعة إذا بدي أفك كل الآخر بلقي أنه 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 على مضروب الخمسة 5 في 4 في 3 في 2 في 1 ويساوي بالاختصار 7 في 6 تساوي 42 أو احنا بنقول دائما حدد العدد الأقل في المضروب ليتم اختصاره بدون ما أفك كل الأرقام بصورة عامة فبلغى أنه مضروب السبع عبارة عن سبعة في ستة بوقف عند الخمسة له هذا الجزء كله مضروب الخمسة على مضروب الخمسة بتم اختصارها بتصفي سبعة في ستة بتساوي اثنين وعربين أيضا مضروب الثماني على مضروب الثنين في مضروب الستة لاحظ مضروب الستة إذن الثماني عبارة عن ثماني في سبعة في مضروب الستة على ثنين في واحد في مضروب الستة والثنين مع الثماني بتصفي أربعة في سبعة بتساوي ثماني وعشرين هذا أيضا مثال بلقي أنه مضروب التسعة العدد الأكبر فوق مضروب الثماني الأقرب إله إذن بفك التسعة لأنها تسعة في مضروب الثماني مضروب الأربعة الأكبر مضروب الخمسة في مضروب الأربعة وببقي على مضروب الأربعة بالاختصار بطلع عندي آخر جواب اللي هو خمسة على تسعة الآن ما قيمت نون حيث أن نون عدد صحيح موجب في الأولى الجزء الأول في مضروب النون بتساوي ستة وتسعين إذن مضروب النون بتساوي أربعة وعشرين لأنني أنا بلزمني أحكي المضروب شو بساوي طبعا بالقسمة على أربعة فمضروب النون يساوي أربعة وعشرين بالتحليل أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد مضروب النون إذن يساوي مضروب الأربعة إذن نون شو تساوي أربعة أيضا نون زائد اثنين مضروب على مضروب نون لاحظ نون زائد اثنين أكبر من مضروب نون إذن بفك نون زائد اثنين نون زائد اثنين في نون زائد واحد في مضروب النون على مضروب النون بتساوي اثنين وتسعين إذن نون زائد 2 في نون زائد 1 بتساوي 72 إذن هذول عددين متتاليين إذن منحلل 72 بلقى العددين المتتاليين هم 9 في 8 إذن نون زائد 2 بتساوي 9 طبعا أو نون زائد 1 بتساوي 8 فنون زائد 2 بتساوي 9 إذن نون بتساوي 7 أو بطريقة أخرى هاي عبارة تربيعية إذا بفك الأقواس بحصل على نون تربية زائد 3 نون زائد 2 بتساوي 72 يعني نون تربية زائد 3 نون ناقص 70 بتساوي 0 تتحلل إلى نون زائد 10 ومنها نون بتساوي ناقص 10 وهذا يهمل لأنه عدد سالب أو نون بتساوي 7 وهو العدد اللي حصلنا عليه في البداية أيضا مثال الثالث خمسة في مضروب نون بساوي 360 بالقسمة على خمسة مضروب نون بساوي 72 هلأ اللي كنت أحكي قبل شوي هون أنه في مبدأ التحليل أنا ممكن أحلل 72 إلى على 2 مثلا 36 على 2 18 على 2 9 على 3 3 على 3 1 إذن بقدر أحكي مثلا 72 عبارة عن إيش نجرب الأعداد الأكبر مثلا 3 في 2 4 إذن في عندي أنا 4 في عندي في 3 3 في 2 بزيد عندي 3 أكبر من 4 5 ما عندي أنا إذن هي عبارة عن إيش مضروب النون هو عبارة عن 4 في 3 في 2 في 1 4 في 3 لاحظ أربعة في 3 في 2 في 1 في زيادة عندي رقم 3 فبالتالي هذا لا يمكن ألقى عدد مضروبه يعني ما بقدرش أقول نون بتساوي أربعة لأنه هذا الرقم كامل مع وجود العدد ثلاثة فيه إذا استطعت أكون مجموعة من الأرقام المتتالية يعني مثلا على جنب لو كان مضروب نون يساوي 600 في 5 قسمنا على 5 مثلا فطلع مضروب النون بتساوي 120 المئة وعشرين عبارة عن إيش بالتحليل بس إشان تكون الصورة أوضح 120 على 62 على 32 30 على 2 15 على 5 3 على 3 1 إذن بقدر أحكي إنها عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 إذن 120 عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 طبيعي في 1 إذن بتصفي إنه نون هي عبارة عن 5 البعضيها نون زائد 3 بدي أفيك وأترك نهايتك مشروع الكواني نون زائد 3 العدد اللي بعدها نون زائد 2 في نون زائد 1 في مضروب النون بدي أوقف عندها على مضروب النون بتساوي 3 3 6 باختصر صفي عندي 3 أرقام متتالية المطلوب عندي 3 أرقام متتالية مرتبة تنازلي حاصل ضربها يساوي إذن هنا عندي حاصل ضرب 3 أرقام متتالية بترك إليك مجال إنك تشتغل هذا التحليل وتحصل على مجموعة هذه الأرقام الثلاث أيضا مثال ما عدا الطرق خروج ثلاث أشخاص من غرفة فيها باب واحد لا يتسعي لشخص واحد للخروج في كل مرة إذن عند اختيار شخص للخروج من الباب أنا عندي ثلاث أشخاص والباب لا يتسعي إلا لشخص واحد فبالتالي وكأني بقول طرق اختيار الباب للأشخاص يمكن اختيار الشخص الأول بثلاث طرق الآن خرج هذا الشخص وكأنه حالة دون إرجاع الشخص الثاني والشخص الثالث يمكن خروج الأشخاص الثلاثة بست طرق أيضا مثال يراد إرسال خمس بطاقات مختلفة لخمسة أشخاص ما عدد الطرق الممكن لعمل ذلك يمكن إرسال البطاقة للشخص الأول بطرق عددها خمسة راحة البطاقة الآن شخص الثاني شخص الثالث الشخص الرابع والشخص الخامس إذن هذا 120 طريقة مختلفة للتعبير عنها على صورة المضروب نحكي مضروب الخمسة هون للتعبير عنها بصورة المضروب نحكي مضروب العدد ثلاث مضروب العدد خمسة مثالنا الأخير يحتوي صندوق على أربع كرات بيضة وثلاث سوداء سحبت من الصندوق ثلاث كرات ما عدد الطرق التي تظهر بها ثلاث كرات سوداء إذن أنا مطلوب مني أن تكون الكرات الأولى سوداء والثاني سوداء والثالث سوداء إذا كان السحب مع الإرجاع فتظهر الكرة السوداء الأولى بثلاث طرق الثاني أيضا بثلاث طرق والثالث بثلاث طرق ويساوي ثلاثة يعني بمعنى آخر 27 طريقة مختلفة لظهور الكرة السوداء الآن دون إرجاع بسحب الكرة الأولى السوداء الأولى بطرق عددها ثلاث الثاني أنا ما رجعت الكرة بي ثنين والثالثة بي واحد ويساوي للتعبير عنها على صورة المضروب واللي هي عبارة عن ست طرق وبهيك بنكون يعني أنهينا درس المضروب والله يعطيك العافية ونلتقي مرة أخرى ونلتقي مرة أخرى